اشتركوا في القناة بالتاريخ رح نعرف انه مش يا لطيف ابدا شكرا لوجودك معنا ومرافقك بشارة عطلة مرحبا لهم كيف مساعد مخرج مساعد المخرج مساعد بكتير اشياء على كل حال ممثل ممثل كمان راقص كمان معروف كستايلست اليوم بمجتمعنا عم بتشارك اليوم بها المسرحية بشارة رح مناخد كل التفاصيل منك أكيد أكيد أستاذ رجاء عصاف حرب ترواضة لو عم ترجع تنعرض اليوم من واحد لستة شباط كانت تنعرض الدجابي تشرين الثاني وكانون الأول ورحتوا على تونس بدأت تخبرنك كل شيء أكيد عم ترجع تنعرض أول شي نطلبتك كتير ونحكى عنا كتير قصة قديمة ومن الميتولوجي كيف ترجعنا إذا بخبرك القصة بتقول لا منا قديمة في دولة لأسباب سياسية ومصالح اقتصادية بتهجم على بلد تاني بتدمر المدن بتهجر الناس بتقتل وإلى آخره وبعدها تحتل المكان قصة قديمة قصة أتمبرال يعني بفتكت رح مشت بكل العصور ورح بتظلم كاملة بكل العصور عم ندرس التاريخ ولا عم ندرس الإنسان من خلال هذه المسرحية هذا السؤال مهم لأن المسرحية منا مسرحية تاريخية لاش يعني ما عم نهتم كتير بالأحداث الملوك وشو الصهار والهزايم والأبطال عم نهتم من الناس اللي هني ضحايا هالحرب وبشكل خاص النساء النسوان يعني الأمهات الزوجات والأخوات اللي هني بيرمزوا بيرمزوا بشكل كتير قوي وشكل كتير معبر عن معاناة الناس عم بيسأدوا طيب لاش هالحرب شو خاصنا نهنا بيع الحرب ولاش بيوتنا بدأت تدمر ليش أولادنا بدون يموتوا كرمال شو هذا هو الموضوع أكتر من التاريخ يعني هالتاريخ مثل ما قلت يعني كل أزمنة عرفت حروب من هالنوع ونحن باللبنان نحن باللبنان بعلم مستمر بالحروب للأسف وحروب حوالينا حروب زوة وحروب قبل وحروب بعض أكيد بشارة شو دورك بيها المسرحية بالزيت أدوارك أدوارك وقت الحكانة أستاذة رجاع السف طلب مننا يكون موجود أول شيء كممثل لأنه كان عم يتحضر مثل ماستر كلاس بالتمثيل وهذا الماستر كلاس إذا بدك كان نوع من نحن كممثلين حشرنا فيه لأنه اشتغلنا سوى سنت الماضي بكينج لير الملك لير لشيكس بير ولعب دور الملك فلما خلص قلنا له طيب بما أنك ملك وملك بالمسرح عملنا شيء ماستر كلاس خلينا نتعلم منك هالشيء ما قالكم حق تعملوا هالشيء بلاي بيزمر رجاع بعرف مش مرت الجاي هلأ بنحكي ما هيك خلاص بخدق منك كلمة على الهواء خلاص على الهواء أستاذ رجاع فحشرنا إذا بديك وكان مبسوط بهذه الخبرية لأنه ليش لا وأنه منشتغل مع الشباب ومع جيد جديد مع ناس حبين يكونوا بالمسرح هو على المسرح وتلميذ وطلاب وخرجين فكان إذا بديك شوي فيه دسم من كل النواحي وبعدين صرنا بالمسر كلاس نشوف شو بدنا نعمل وكان عم بيلعبنا يعني كلمة تبلاي عن ستايج هي كانت عن جد حقيقية كنا عم نلعب كل الأدوار يعني مثل أ بيلعب كل الشخصيات بالمسرحية مسي الباب يعمل نفس الشي ومن وراء هذا الشغل والتفاعل كله كان عم يخلق إذا بديك خطوط للشخصيات بتشبه إشياء معاصرة بس كمان عندها حضور وتقل من القصص التاريخية وبنفس الوقت كان عم ينكتب النص فهيدا النص كان عم بيرافق الماستر كلاسز اللي كانوا 2 ماستر كلاسز نعملوا بالأيوبي مع ثياتر إنيشاتف بالأيوبي واللي كان كتير لذيذ إنه كان عندهم هلأ إنيشاتف تحتى نشتغل هالشغل متل ما عم نشوف مثلا هلأ بالصور الشغلة ما كان بس كممثل موجود على المسرح اشتغلت كمان الملابس اشتغلت أنا وروجي الأفكار اللي تبلورت بالأخير وصارت ونعمل ست ديزاين ونشغل بالأخير تكنيكلي مع نديم دعيبس واللي هو كمان عمل تصميم الإضاءة الملابس عملت كمان بشكل أنه تتماشى مع كذا عصر كأن الملابس جربت في شوي هيك شوي بمحل بعيد عن هلأ حتى العالم لما يكونوا عم بيشوفوا الجمهور ما يقول آه كتير بيشبهوني ويصير هيدا الشي كتير خوش بوش يضل في عنده هيدا الوحي إذا بدك التاريخي ونقول ونحس إنه آه هيدا القصة مش هلأ بس كل الأشي اللي عم تنقال والأخبار اللي عم نسمعها النص المحكي والغير محكي كلها عم بتقول إنه لأ هيدا نحنا بس بغير شكل يعني تماما متل ما منتماها إذا ما نكون عم نحضر فيه منتماها مع الشخصية ومنقول قام بتشبهني حتى لو تشبهني بالشكل شعرتها مش متلة لونة مش متلة هون عم تشبهنا عم تشبهنا كنسة كتير وعم تشبهنا كمواطنين عايشين بهيدا الجو من الحروب حتى لو ما كان في حرب بزهننا نحن عايشين حرب كيف ما منمشي بالشارع عم نحارب بعض كيف عم نتحدث مع بعض في حرب يعني ولأنه بعض وحصينا وبتونس حصينا قداش نسرحي يعني ما إلى حدود يعني بتونس كمان كانت تواصل مع الجمهور شي سحري كيف مع أنه عم نحكي لبنان وكأنه عايشين الأوضاع من خلال التعايش بلبنان بتونس كانت مش معقول بالطبقة مع إحساس الناس خاصة الشباب نعم أزازة رجاء عصاف اليوم منقول أوقات أنا ما بدنا بقى نتذكر الحروب بس بنفس الوقت هالموضوع بالذات يمكن شكل تروما لكذا جيل بعدنا مننزعج منه بعدنا لما منشوف ما شاهد بتذكرنا بالحروب إن كانت بالأفلام أو حتى بالواقع بالأخبار ببلد تاني بعدنا منبكي يعني بعدها بتنزل دمعتنا قد المسرح لما منحكي عن هالموضوع بيكون نوع من علاج عم بيظهر مشاعر ما عم بيدخله ممكن يلعب هالدور بس هو أهم شي هو اللعب يطرح الأسئلة يعني بالمسرح هي في مقطع قبل الحرب ليش بلجت الحرب بعدين بعد الحرب وعلى طول عم نشوف يعني أن الحرب مش قصة حرب قصة أنه فيه بمحل ما فيه فساد فيه مصالح تتلاعب فينا فيه كذب أنه كله كذب بيستعملوا الوطن العرق الدين المصاري كل شي وكله كله خطاب خطاب كاذب حتى يقنعوا الناس أن الحرب ضرورية وأنه انتصار خير بس بس الرجال بيقتنوا أكتر من النساء وأسرع الرجال هن اللي بيقتنوا أكتر قبل النساء نحن إلتهاك لأنه فيه تام تاني بالمسرحية هو العنف الزكوري أنه هن ذاتهم اللي بيعملوا حروب اللي بيقرروا يعملوا حرب هن علاقتهم مع النساء مع مرتهم مع بنتهم في هذا القائد بيتبح بنتهم كرمال الحرب هذا كمان موضوع يعني موازي لهذاك الموضوع لأنه المجتمع اللي مركب هيك مركب على العنف وعلى التسلط اللي معه مصاري اللي معه السلاح اللي معه السلطة بيستعمل الناس وبيقنعهم أنه هذا كرمال الدين كرمال الوطن كرمال المجد الغريب أنه كلنا منعرف هذا الشيء والغريب أنه بعضها عم تصير الغريب أنه منقنع حالنا أنه لا لا مظبوط أدهية غريزية بشارة برأيك في كتير أشياء غريزية لعلاقة بهذا الموضوع بس مثلا الشيء الحلو كمان بالعرض أنه العرض بالنص المحكي بيحكي مع العالم من الطرفين يعني إذا أنا عم بحضر بسمع بقول آه لازم نعمل حرب لازم نربح فجأة بسمع تاني جهة بقول لا ما لازم نعمل حرب لأنه ما خاص ليش بدنا نقتل بعض وليش الإنسان هو اللي عالطول بدي يكون الأضحية ليش مش الإشياء التانية لما منضحي بالبنيات لما منضحي بالغراض لما منضحي بمصرياتنا ليش أنا عالطول بدي ضحي بحدا ليش هذا الحدى أنا ولما منضحي فيه كلنا منبكي يعني بيقيتوا القتيل ويمشي بجناسته مش معقول أنه بدي ضحي ببنته وهو آسف أنه عم يعمل هذا الشيء بس بدي يربح حسب غريزة قديش بدي يكون عندي أكتر بمشي متر لا فين أمشي مترين بيأخذ المترين ثلاثة متر ميتان كيلوماتر حتى لو بدي موت من العطش والجوع بوقع بس بدي أخذ كلهم هل النساء متفوقت على رجال بين خلال المسرحية بيها الموضوع التحليلي هذا نعم مية بالمية يعني بيفهموا القصة قبل بيحسوا أكتر وبعدين باعدين في قصة الولاد هذه الشغلة كمان كتير تنذكر بالمسرحية أنه هالأولاد خلقوا لا يعيشوا مش لا يموتوا هاي غريزة الحياة لكان عند الأم لأن الأم هي التي تحملها لا لا خلقوا حتى ما يعيشوا نعم نعم شو الإشكاليات اللي موجودة بيها المسرحية يعني ذكرنا اثنين يلي هنها الحروب الدائمة والمستمرة وينما كان مع كل شعوب العالم وبأي الزمن حكينا كمان عن المرأة كمان عن غريزة الحياة عندها شو عنا بعد هيك مواضيع مذكورة أيضا بيها المسرحية وتغيرت شوي عن النص الأساسي في طرف صغير يحكي عن الحب محل الحب بهالحياة المظلمة والظالمة في قصة حب قصة هيلانو فاريس اللي هي في جملة كتير حلوة بحبها بالمسرحية بتقول لجوزة اللي عم بيحارب أنا عشت عشر سنين حب وأنت عشر سنين حرب أداش في نساء موافقين على هالجملة يعني اليوم لأنه وكتير بتصير صعب الآخر يعني ميت باريس وصار فيه دمار بس هل بيها العشر سنين أنتو كنتوا عم تحاربوا ونحنا كنا عم نحب وبتصير بين الكابلز كمان مجروا يكون في حرب بس ما هي بتصير حرب بالأخير بتصير حرب بلجحصين أيضا صح صحيح تعيونك مع رجاع صثمان وجديد بشارة صح أدي في مسيرة طويلة ولوين مكملة وبتحكي كأنك بعدك أنه مبتدئ يعني كأنه بعدك تتعلم من أول وجديد وكأنه بعده لهل كمان بعدنا أم بحكي جاد أنت بتعلمنا وتعلم تواضع كمان تعلمت كثير بالتجربة معهم شو تعلمت شو تعلمت أولا الطريقة لتعبير الأفكار تانيا أنا أم بقول هذه الشغلة بدأت ما بقولها أنا عشت غير فترة كانت الكلمات إلي معنا كانت استعمل الكلمات حرية حب تحرير ديمقراطية ثورة كان إليه معنا راحوا الكلمات صار قوة منها هلأ أنا ما عندي أموس هني عندهم هم تعلم منهم الأموس الجديد اللي هو مبني على أنه كله هيدا ما بدنا إياه كله كذب كله عم نبحث عن عالم يشبهنا نتعرف على نفسنا فيه وهذا أنا ما بعرفه يعني الجواب على السؤال ما ممكن يجي إلا من الشباب إذا قدروا قدروا يحققوا شيء بحياتهم عم نسحبه لعنه بيخوف هذا الشيء اللي عم بتقوله أستاذ روجي بيخوف لأنه عم نحس كأنه مش انتقلنا على جيل جديد انتقلنا على زمن آخر على مكان آخر على ما بعرف على أموس آخر وهذا مشكلة كتير كبيرة يعني ما فينا يقول هلأ ثورة والكلمة يكون إلى المعنى الحلو اللي كان موجود قبل ما بعرف أدا كان معنى حلو ثورة لا بقى كدل كان حلو شفت هيدا جوال هيدا جواب على جيل وبطل لأنه بالنسبة لألنا لما منقول كلمة ثورة ما منشوف إلا أشياء بشعة لأنه كل الوقت الميديا عم تفرجينا أنه الثورة هي بتشبه شيء منو بالأموس اللي كان موجود قبل وهيدا شيء كمان كتير مرعب ديمقراطية حرية كلمات كانت بالنسبة لنا أحلام مستعدين نموت ونعيش نقبضي حياتنا كرمالا بفتكر كانت الأمل بوقتها وكانت هالضاوية اللي ناطرينه أنه يجي كان في نور بالكلمة الكلمة كانت فيها ضو سألتيني نعم أجاوبك على السؤال أول شيء وقت الكنت بالجامعة لبنانية ومشروع تخرج اشتغلته كان مع رجاع السف أول عرض اشتغلته من بعد ما تخرجت كقوستيوم ديزاينر يعني صممت ملابيس كان لعرض بانتظار جودو لرجاع السف بمسرح بيروت المرحوم اللي سكرون ني واشتغلت كذا مرة المرأة العمودية المرأة العمودية مثلت ورقصت وسعادت بالكرياسيون فكان في كذا عمل وما أعتقد يوقف هذا الشي لأنه لما الواحد يكون يشتغل مع حدا يستطيع أول شي يتفاهم هو ويكون في بينات خط رايح جاية بالأفكار أو بالحديث أو بالانفتاح أو كيف تطرح أفكارك أو كيف تسلق الأفكار الباقي وكيف هالشي يجب أن يقف الشغل بين هؤلاء الشخصين لأنه سيكون فيه نتاج حلو وعمل راقي لأنه يكون على المسرح بهذا العرض اشتغلت على الست والكوستيوم يعني الديكار والتياب وبالديكار مثلا العالم كل وقت هلأ شفنا الصور النسوين بفوتوا على الكادي بالسوبر ماركت بيطلوا على العالم بيقولون لنا ليش شو خطر عبالكم هالفكرة أوكي ليش لأنه كل شي صار سلعة وهالكادي بيروحوا بين كل مشهد لمشهد وبيصيروا شي بيتحولوا لدبابة بيصيروا خراب بيفوتوا عليهم النسوين مثل سياراتهم أو الشريول القديم طبع الأحصنة هن بيحملوا هالفكرة بس كمان بيحملوا فكرة جديدة معاصرة والعالم بتقدر تربط براسة قصد المرأة سلعة لأنه فات على الكادي وبيصير التحليل مش اللي نحن كان بدنا إياه الأساسي بس كان فيه محل وصلت هالفكرة وصارت هالفكرة هيدا المطلوب وهيدا هو الهدف من المسرع رح خبرك عن شغلة مبارح كتير حلوة صارت كان عم يحضرونا تلميذ من كذا مدرسة شاوفيل و و و نحن و بالعرض نحن المسلمين بالكواليس كنا كل الوقت هك يجب في طلاب برا لأنه يتنفسوا لطلاب لما خرص العرض ولتقيت بشبان برا وقالت لهم ما حبيته وقال لي أنا حبيت شغلة كتير بس ما بعفز أنتو قصدين قال لي حبيت أنه في المسلم بيبلش انديفيدو يعني أشخاص أو وشخصيات وبآخر العرض بيتحولوا لأفكار قالت له كيف حسيت هذا الشي قال لي مثلا الملك بيكون هو الملك وأجام وآخر الشي بيصير فكرة الوحشية فعن بحكي قدام رجائي قال لي هيدا فلسفة قالت له ما رح تصدق رجائي لأنه سألته له هذا الطالب لما بتخلص مدرسة شو بدك تعمل بالجامعة شو جوابني فلسفة مش قليل هذا هو هدفه يعني من أهدافه خلينا الفن إذا بدك الفن الراقي بيخلي العالم لما يقعد مش بس يتماهوا ويحسوا ويفكروا ويوجعوا كمان بيخليون يحسوا ويفكروا ليش هالأفكار ما تروحة على المسرح إن كان كشخصيات أو كدكار أو كتياب وليش هالمصممين اللي شغلوا على هالعرض قرروا يفرجونا هالأستاتيك بهالطريقة صحيح كله رمزية يعني المسرح هو رمزية هذي القصة كمان العلاقة بتجربة مسرح الحكواتي هذي قصة الكادية يعني هو جود بالموجود يعني مش ضروري يكون فيه آلية ضخمة واستعراض وبرودكشن لأنه مضبوط كنا نحن بلحكي على برودكشن بين تروي الفيلم وبين المسرح مثل ما بيعمل الحكواتي بيستعمل عصناي بزي شقفة ماشا طاولة بتصير جبال المسرحي أي نوع عمريفون هو مسرح شعبي التسمية الحقيقية مسرح شعبي بس مش بالمعنى اللي بيقولون الشعبي يعني للشعب لا مسرح شعبي يعني بتعبيراته بلغته بطريقته أنه كل الناس ممكن تفهم وتنبسط هذا المطلوب هذا مفهوم المسرح لأنه اليوم عم بيصير فيه هيك متل تقسيم للمسرح يعني وتقسيم للأنواع ما بفتكر هذا شي صحي كتير أنه هذا المسرح السقافي وهذا المسرح الشعبي وهذا التجاري وهذا للولاد وهذا للكبار وهذا للنساء وهذا للرجال يعني شو بتقول عن هالموضوع هذه بس مش مضبوطة يعني اللي بيقولوا عنه مسرح استهلاكي ممكن يحمل أفكار ممكن يكون معمول مع استتيك مع جمالية معينة مش ضرورة بس ولكن غالبا لا ما بيهتموا لا بالأفكار ولا بالجمالية نعم نفس الشي المسرح الطليعي يعني فيه ناس قاصدين أنه يعملوا شي أوريجينال يعني ما حدا نعملوا قبلهم هذا مش صحيح ها كل حال كل شي نعمل أكيد بس أنه هذن يخترعوا شي مميز ما بيشبه الإشياء التانية والناس فيه ناس كتير من بسط تنبسط بهالشغل النخبة والشعب لا كلمة النخبة كمان يعني كأنه ما فيه غير النخبة رح تفهم المسرح يعني بس المسرح يعني عم ننسى أنه المسرح من الأساس وطول عمره موجود للناس لأكبر عدد من الناس وأنا عم بقرأ اليوم عم حضر يعني أكيد كنت عم قول اليوم المسرح مثل ما تفضلت وذكر نعمل كل شي ما حضرتك كمان أم نحكي عن رومبوال فرنسي بوابة فاطمة عن كل المسارح والمحترفات اللي كمان عملتها الجويز اللي أخدتها اليوم شو بعض المسرح بكمل بكمل بالرغم من كل شي وبيكمل بزاة الطرق أستاذ عصر بكمل بس بظروف شوي مأساوية أولا لأنه لأنه شعب لبناني مأسم يعني ما فينا نعمل نشتغل وندعي كل الناس ما فيه فيه حدود فيه طوائف ما فيه ما فيه جمهور موحد وثانيا المؤسسات الرسمية بشكل عام القطاع العام كما بيقولوا ما إلو دور أبدا فشو بيصير بيصير أنه النشط هيك متقطع ما فينا نشتغل بشكل متواصل نشتغل شي بعدها منوقف بعدها منرجع نشتغل وحتى والمسارح ما فيه تضامن بيناتها ما منلتقي نعرف بعضنا بس ما منشتغل سواء ما منحكي مع بعض للأسف يعني إن شاء الله بمركز دور الشمس على كل حال يكون فيه أكتر بعد تعيون تواصل ومن بعد ما شفناك بكذا فيلم بشارة ما تغيب بقى كتير عنها مش بس بمسرحيات كمان بالأفلام شكرا لوجودكم معنا أنا أكمل الحديث من هلأ إلى بكرة أنا وياكم أستاذ رجاء السف نقول أن المسرحية تنعرض بعد ثابت أحد ثانين ثلاثة بعد أربع عروض نعرض ثانين ثلاثة أول مرة يمكن ثمانية ونوص نعم بمسرح دور الشمس والتيكتس عند أنتوان تيكتينج وبدووجه شكر خاص كبير لكل الممثلين أصدقائي بالعرض يعطيكم ألف عافية كلكون أهلا وسهلا فيكم ولهم تنتهي حلقتنا مع هالفن الراقي وبدعيكم كلكم ترحوا تحضر المسرحية ترجمة نانسي قنقر